111. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير 112. خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين 113. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الكرام كنا نتكلم عن الفكر وقلنا أن الفكر يجب أن يكون موافقا لدين الله عز وجل ويحفظ صاحبه من أن تأذل به القدم يعني أن يكون فكر الإنسان سوي يعني حتى لا يكون الإنسان مردودا عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذن هنا يعني دعونا أن نتكلم عن الأشياء أو الأمور التي تهدم الفكر يعني أن يكون متى ينهدم الفكر متى يكون الفكر يعني عاثرا والعياذ بالله أو مردودا أو غير مقبول أو مسيئا لصاحبه نقول فأول ما يهدم الفكر أن الفكر يكون غير مقبول ويضر صاحبه ويذم صاحبه عليه هو إذا كان الفكر معوجا منحرفا يعني منحرف عن عقيدة الإسلام يعني معارضا لما جاء به الإسلام بعيدا عن الاستقامة حتى مثل الغلو والتطرف وأخذ التدين على أنه قتل الناس ومحاربة الناس وتكفير الناس هذا الفكر مرفوض وهذا الفكر يخالف شرع الله عز وجل كذلك ينهدم الفكر إذا كان الفكر داعيا أو يدعو إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى أو معليا ورافعا لمن وضعه الله تعالى أو مقدما لمن أخره الله تعالى يعني هذا الفكر لا ينفع صاحبه هذا الفكر منهدم هذا الفكر مردود على صاحبه كذلك الفكر يا أخواني ينهدم إذا كان مجرد هوى وشهوة ومجرد طيش أو فكرة طيش عند الإنسان ومغامرة وكان الإنسان جاهلا لا يعرف سنن الله سبحانه وتعالى فهذا الفكر يكون والعياذ بالله يردي صاحبه ويفشده كذلك ينهدم الفكر إذا كان سببا في هلاك صاحبه عند الله سبحانه وتعالى مثل الذي يدعو إلى الاعتراض على شرع الله عز وجل يقول أن الناس يعني يقول أن الناس الإنسان حر في اختياره يختار ما يشاء يعارض من يشاء يعارض الله يعارض الرسول يعارض الشريعة هذا كفر هذا لا يجوز لا بحال يعني كيف أقبل هذا الكلام والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول يعني يصادم الرسول يعني يعارض الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يعني الله تعالى يهدد في هذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فهذا الفكر ضال هذا الفكر منهدم هذا الفكر مردود لا يقبل الفكر إذا كان يدعو إلى هلاك صاحبه إذا كان يدعو إلى الاعتراض على الله والرسول هذا فكر ضال هذا فكر منحرف هذا فكر فيه هلاك والعياذ بالله ولذلك يقول يا أخوتي الآن قضية من القضايا وهي عندما يكون الفكر معارضا للشريعة هذا أكبر قضية وأخطر قضية لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان فكره يعارض وحي الله سبحانه وتعالى فإنه سوف يرفع من وضعه الله ويسقط من رفعه الله تعالى وسوف يعظم أهل معصية الله تعالى انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الأمانة أن الأمانة في آخر الزمن تنتهي الأمانة تؤخذ من صدور الناس حتى يذكر في بني فلان أمين من الأمناء في بني فلان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال ذر حبة من خردل من إيمان الناس تعجب به ما شاء الله ما أظرفه وما أحلاه وما 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 وهو ما عنده مثقال ذرة إيمان حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وش الفائدة؟ ما في فائدة ولذلك يجب الإنسان أخواني أن ينظر النظرة الشرعية لأن نظرة الشرع هي الصحيحة لما يقول الله تعالى عن شيء أنه الحق إذن تقول أنت هو الحق وإذا قال الله تعالى عن شيء أنه الباطل فهو باطل لا تثني عليه على شيء ذمه الله ولا تذم شيئا امتدحه الله عز وجل فخطورة الفكر المعارض للوحي أنه سوف يرفع من أسقطه الله تعالى ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة عظيم السمين له مقام عند الناس لا يزن عند الله جناح بعوضة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن يؤتى بالرجل إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة كبير ولو مقام عند الناس لكنه عند الله لا يزن جناح بعوضة وهذه سبحان الله يعني الشرع غني بهذه التعريفات وبهذا البيان الوافي ثم من خطورة مخالفة الفكر لوحي الله عز وجل أنه سوف يضع من رفعه الله يعني بنزل من رفع الله قدره من أهل الطاعة والمودة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كم من مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره يعني كم من واحد يجي عن طرف المجالس أو عنده أبواب من المجالس ويطرده الناس لأنه فقير ما له قيمة فيطرده الناس هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كم من مدفوع بالأبواب مطرود عن الأبواب منزلته عالية جدا عند رب العالمين لدرجة أنه لو قال لربه أقسمت بجلالك يا ربي أقسمت عليك بجلالك يا ربي أن تعطيني كذا لا استجاب الله له لو أقسم على الله لأبره شوف وين واصل هو لكن الناس بيعرفونه كم من مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ولذلك الإنسان لا يستعجل في تقييم الناس كم من واحد تزدريه وترى أنه لا يساوي شيئا وهو عند الله كبير وهو عند الله كبير وقد وقع المشركون في هذا البلاء حينما سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سجل الله تعالى اعتراضهم وسخريتهم من رسول الله وإذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله هذا يبعثه الله رسول لأنه لا قيمة له عندهم لكنه عند الله كبير وعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون يعني هم بذكر الله عز وجل كفر يكفرون بالله ويستهزون بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من خطورة بعارضة الفكر للوحي الذي أنزله الله أن صاحب هذا الفكر سوف يصوب ما خطأه الله يعني الذي قال الله تعالى عنه أنه خطأ هذا يقول أنه صح أو أنه يخطئ ما صوبه الله عز وجل يعني يقول عن شيء صوبه الله يعني قال الله تعالى أنه صحيح ومقبول هو يقول لا خطأ مثل قضية الحجاب للبرأة الآن يخضون في الحجاب الحجاب من الجاهلية الحجاب عادة يعني خوض والعياذ بالله مع أن قضية الحجاب مفرغة يعني الإسلام فرغ منها من زمان ويعني نزل القرآن فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك طبقها النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين للحجاب قضية الحجاب من تحية ولكن الناس ما زالت تلعب بعض الناس عنده فكره الآن أن الحجاب عادة وليس من شرع الله وليس واجب من الرجال والنساء وبعض الناس عنده بأن الحجاب هذا عادة جاهلية نحن ما هم مطالبين بها والعياذ بالله هذا كلام الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم أجمعة الأمة أن هذه آية الحجاب فكيف تجد بعض المفكرين أو ما يسمونهم بالمفكرين يقول هذا الحجاب عادة جاهلية الفكر أخوة الكرام إذا عارض الوحي مشكلة مشكلة كبيرة كذلك أخوة الكرام من بلوى الفكر عندما يعارض الشريعة أو يعارض الوحي هو أن ستجد هذا المفكر يثني على من ذنبه الله تعالى يثني على أهل معصية يعني مثل الذي يترحم على كافر يترحم على كافر الكافر لا يساوي عند الله شربة كاس ماء لو كانت الدنيا يقول أنه صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناحة بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء يعني لو كان الكافر يساوي شيء عند الله تعالى أو الدنيا كلها لو كانت تساوي عند الله شيء يعني لو قيمة ولو وزن كان ما أذن الله تعالى للكافر أن يشرب كاس ماء كافر لا يساوي شيء عند الله فتجد هذا بعض الذين عنده فكر أن مثلا أن الكافر إنسان لا هو المقاييس وذكرنا في الحلقات الماضية المقاييس عند الله تعالى ليست عندنا معشر البشر أو معشر الناس ومن فضل الله تعالى علينا نحن أهل الإسلام أعطانا الله تعالى المقياس الحق في الكتاب والسنة ولذلك يعني لو كان صاحب الفكر هذا الذي يقول أن يجوز الترحم على الكافر لماذا نهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يترحم ويستغفر لأبي طالب عمه الذي حما في يوم الأيام وكان معاه وكان يدافع عنه وكان يعني القريش ما كانت تستطيع أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمثمال ذرة من الأذى لما كان أبو طالب موجود يقول مدام رأسي على عاتقي فلا تخشى أحدا أو كما قال أبو طالب فلما مات أبو طالب جاءت البذية كلها من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم إذن يعني لو كان صاحب الفكر هذا الذي يقول أن يجوز الترحم على الكافر لأنه من باب الإنسانية كان النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى ربه أن يستغفر لأبي طالب عمه لكنه لما لأن كان الكافر لا يساوي عند الله شيئا نهى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا حتى لو كان قريبك من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وفي سورة القصص قال الله تعالى له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أنت رسولنا ولكن الله تعالى هو بيده الشيء ليس بيدك أنت وقال له الله تعالى لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقال له ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فقضية الفكر أخواتي الكرام إذا عارض الوحي مشكلة مشكلة كبيرة ولا أخفي عليكم أن بعض الناس عنده فكر يخالف الوحي وهؤلاء مدعوون بأن يتركوا هذا الفكر يحذر الإنسان من أن يلقى الله تعالى بفكر يخالف شرعة ما يسرك حاله ولا يقبله الله تعالى يا أخي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذره الله تعالى من هذه الآيات التي سمعتها قبل قليل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وإن كاد ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أنثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا هذا الكلام يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن دونه عليه الصلاة والسلام فالفكر أخواني إذا عارض الوحي فإن صاحبه سوف يثني على من ذمه الله وكذلك سوف يقع فيما حرم الله ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الترحم على هذا نهى الله تعالى ورسوله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه منهي عن أن يستغفر لأقربائه الذين ماتوا على الكفر فكيف يأذن الله تعالى لإنسان اليوم أن يستغفر لكافر أو ليترحم عليه وهذه كلمة خطيرة إخواني يعني لما يترحم إنسان على كافر يعني المشكلة أنه لا يقول كلمة ولا يدري ما معنى الرحمة هنا الرحمة أن يغفر الله له ويدخل الجنة إذا رحم الله إنسان أدخله الجنة إذا غفرت له ذنوبه رحمه الله وإذا رحمه الله أدخله الجنة هذه المشكلة فهل ترى أن الكافر يدخل الجنة ما معنى الآية إذن إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ولا يدخلون الجنة كيف هذا ولذلك إخواني الخطورة كل الخطورة من يعني أن الإنسان يكون عنده فكر يعارض الوحي وهذه إخواني البلية على الإنسان أن يترك هذا الفكر الضال ويبتعد عنه ويتوب إلى الله عز وجل أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر